نشرة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق السيد نصر الله يؤكد أن ما يجري في المنطقة ليس صراعاً إيرانياً سعودياً بل حرب أمريكية على إيران والرياض أداة فيها روحاني يؤكد أمام السفراء الأجانب أن واشنطن لن تحقق أهدافها في المنطقة وظريف يقول أن طهران سترد على الاعتداءات الإسرائيلية بومبيو يدعو دول المنطقة للمساعدة في مواجهة نفوذ إيران ويقول أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تكتيكي الأسرى الفلسطينيون يعلنون الإضراب العام بعد استشهد لسير فارس بارود في سجن ريمون جراء الإهمال الطبي وفي الذكرى السادسة لاغتيار شكر بالعيد في تونس تجدد الاتهامات لحركة النهضة بالمسؤولية عن الجريمة أهلا بكم أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أنه في أي حرب على إيران فإنها لن تكون وحدها في المواجهة كلام سيد نصر الله جاء خلال احتفال بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية منطي المعادلات حساب المصالح توازن القوى الردع ليس أنه ما في حرب على إيران لنكرم أخلاء من ترامب لا لأن إيران قوية لأن إيران مقتدرة إيران قوية في إيران وإيران قوية في المنطقة أيضا وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك السيد نصر الله قال أن الصراع في المنطقة سيبقى قائما وقد يأخذ أشكال مختلفة لذلك بناء على هذا كله نحن نرى أن الصراع في المنطقة سيبقى قائما وقد يأخذ أشكال مختلفة لكن بكل الأحوال اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة إلى المزيد والمزيد والمزيد إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع وهي تعرف هذا الكيان الصهيرين يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الأمين العام لحزب اللهرى أن ما يجري في المنطقة هو حرب أمريكية على إيران والسعودية أداة فيها وشدد على أن أمريكا مصرة على محاربة إيران لأنها دولة مستقلة وصاحبة قرارها هذه ليست معركة سراع سعود إيران أبدا هذه المعركة هذا الصراع توصيف الدقيق هو حرب أمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 1979 إلى اليوم وستستمر السعودية أدات في هذه الحرب أدات في هذه الحرب بعض دول الخليج أدوات في هذه الحرب صدام حسين الذي قدم نفسه فارس العروبة والقادسية كان أداة صغيرة عند رمس فلد وعند الأمريكان في هذه الحرب الذين يحاربون إيران اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران بالإعلام والسياسة بالعقوبات والتحريم وبالتخريب وبالتكفير هم ينفذون مشروع أمريكي فقط السيد نصر الله كده استعداده لتأمين كل ما يريده الجيش اللبناني من إيران ليصبح أقوى جيش في المنطقة أنا ما حاكي مع الإيرانيين بس حكومة جديدة وحنتقل للطحش شوي أنا صديق لإيران أنا مستعد جيب دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران للجيش اللبناني خدوا أرار ممنوع الجيش اللبناني يكون عنده صواريخ نوعية في مواجهة الدبابات ممنوع للجيش اللبناني يكون عنده صواريخ ردع يعمل سياسة ردع ممنوع يكون عنده صواريخ أرض أرض أنا كمان صديق لإيران شو بده الجيش اللبناني؟ ليصبح أقوى جيش في المنطقة أنا حاضره على إيران وجبله فضلوا ما نحتاجه أيها الإخوة والأخوات ما نحتاجه في لبنان الجوعة ما نحتاجه قبل الجوعة السيادة الحقيقية اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الطريقة الذي اختارته الولايات المتحدة لن يوصلها إلى أي مكان كما أنها لن تحقق أهدافها وخلال لقائه السفراء الأجانب في طهران لمناسبة انتصار الثورة الإسلامية أكد روحاني أن شعار إيران هو امتلاك علاقة صداقة مع جميع البلدان حتى الولايات المتحدة إذا عادت عن طريقها الخاطئ واعتذرت عن جميع تدخلاتها الماضية في بلاده شعارنا هو امتلاك علاقة صداقة مع جميع البلدان حتى أمريكا انتابت وعادت من طريقها الخاطئ وقامت بحسابات دقيقة واعتذرت عن جميع تدخلاتها الماضية في إيران وأصبحت مستعدة للاعتراف بعظمة وشأن الشعب الإيراني والثورة الإسلامية وتكلمت باحترام مع الشعب الإيراني فنحن مستعدون أن نقبل توبتها وعودتها ولم يكن هناك ضمان لاستثباب الأمن في الأراضي الفلسطينية حتى يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه إن أرادت أمريكا الأمن للكيان الإسرائيلي سيكون من الممكن تحقيقه عندما يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه وتتحقق إرادة الشعب الفلسطيني في هذه الأرض من خلال عملية ديمقراطية الرئيس الإيراني أكد أن الاستقرار والثبت الكاملين في سوريا هما من الأهداف المهمة لإيران في المنطقة روحاني ولد استقباله وزير خارجية السوري وليد المعلم شدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات لحل المشاكل التي تعرقل الوصول إلى الانتصار الكامل في سوريا العلاقات بين إيران والسوريا الآن أقرب من أي وقت مضى وانتصاركم على المؤامرات الأمريكية انتصار لكل المنطقة هكذا خطب الرئيس حسن روحاني وزير الخارجية السوري في طهران رد المعلم بصمودكم وصلابتكم أيضا ستحبطون المؤامرات الأمريكية حتمة مفردات واحدة ولغة واحدة جمعت البلدين على مدى السنوات الماضية المثلث المشؤوم أمريكا والكيان الصهيوني والرجعية في المنطقة هزم وعلى الأمريكيين شاءوا عم أبو أن يتركوا سوريا أكثر من 90% من الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة الحكومة المركزية وباقي الأراضي أيضا سيتم تحريرها من قبل الجيش السوري قريبا انتصار سوريا هو انتصار لمحور المقاومة مكسب تحقق بفضل المواجهة الإيرانية السورية المشتركة للإرهاب أجريت محادثات من شأنها تعميق تعاوننا الاستراتيجي في مختلف المجالات نحن واجهنا معا عدوا اسمه الإرهاب ونواجه معا عدوا اسمه الاستعمار والهيمني زيارة حافلة باللقاءات للمعلم في طهران وصفها الجانبان بالمهمة فسوريا اليوم على وشك أن تستعيد دورها الإقليمية في ظل الانسحاب الأمريكي منها وتراجع الدول العربية عن مواقفها واحدة تلو الأخرى زيارة خامسة يجريها المعلم إلى طهران منذ اندلاع الأزمة السورية لكنها لا تشبه زياراتها السابقة من حيث المضمون فسوريا لم تعد تصارع من أجل البقاء هي بداية مرحلة أخرى من التعاون بين الحليفين إن كان في السياسة أو في إعادة الإعمار أحمد البحراني طهران الميادين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا يمكن استبدال الاحتلال باحتلال آخر شمال سوريا وأوضح أن طهران مستعدة للعب دور الوسيط بين دمشق وأنقر لاستعادة الحد الأدنى من علاقاتهما ظريف كذا أيضا أن القمة الثلاثية التي ستعقد في سوتشي ستبحث تأليف اللجنة الدستورية السورية والوضع في محافظة إدلب وانسحاب القوات الأمريكية من شرقي الفرات مساعد قيد الجيش الإيراني حبيب الله سياري أكد في مؤتمر صحفي أن إيران تحولت إلى قوة إقليمية بحيث لا يمكن اتخاذ قرار في المنطقة من دونها علينا أن نخطط لمواجهة استراتيجيتين يعتمدهما الأعداء بوجهنا وعلينا تجاوزهما وأفشالهما هما استراتيجية الحرب الناعمة واستراتيجية الحرب الاقتصادية وكما أفشلنا مخططاتهم حتى الآن سنفشل مخططاتهم التالية لا يمكن إنكار مكانة إيران في المنظومة العالمية فهي أصبحت قوة إقليمية ولا أحد يمكنه أن يقرر شيئا في المنطقة من دون مشاركة الجمهورية الإسلامية استطعنا الحفاظ على الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية ووحدة أراضينا واستقلالنا تتعدد وتتنوع الأحزاب السياسية في إيران وقد قامت بدور بارز في الحياة السياسية بعد الثورة وتعرف هذه الأحزاب إصلاحية أو تعرف إصلاحية كانت أو أم أصولية بتوجهتها الإسلامية وتحت سقف النظام الإيراني من الحمرية من حزب حاكم بأمر الشاه إلى أحزاب متعددة حاكمة بأمر الشعب هكذا يختصر المشهد الحزبي في إيران ما قبل الثورة وما بعدها بعد عام 79 من القرن الماضي تغيرت الخارطة الحزبية في إيران مرات ومرات لكن الأحزاب أخذت طبعها الإسلامية بدرجات متفاوتة تقسمت الأحزاب الإيرانية السلطة تحت سقف المرشد ضمن تيارين متباينين عرفا بداية الثورة باليمين واليسار وبعد فوز الرئيس محمد خاتمي بالرئاسة عام 1997 بالإصلاحي والأصولي بحسب دستور الجمهورية الإسلامية فإن كل الأحزاب لها حرية ممارسة النشاط الحزبي من دون الإساءة إلى حقوق الشعب وفي القرآن ثلاثة أنواع من الأحزاب حزب الله وحزب الشيطان والأحزاب التي بينهما ونحن علينا تعزيز حزب الله في الجمهورية الإسلامية تمتع بعض الأحزاب كالمؤتلفة الإسلامي وحزب الجمهورية الإسلامية في بدايات الثورة بقاعدة شعبية عريضة وتأثير سياسي لافت وبعد عدة سنوات اختبرت جبهة المشاركة الإسلامية الإصلاحية هذا الأمر لكن ألق هذه الأحزاب خفت في السنوات الأخيرة بسبب الانقسامات التي تعرضت لها وبسبب بروز أحزاب مختلفة ومتنوعة تنشط في العمل الاجتماعي وقد طالت هذه الانقسامات حتى أحزاب التيار الواحد كتيار الأصلي في أواخر ولاية الرئيس أحمد نجاد برأيي فإن الإصلاحيين كان لهم دور بارز في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية على رغم من المشاكل القائمة وإذا كان هناك تطور وسياسة فتاح بعد أربعين عاما فهما بسبب سياسة التيار الإصلاحي أكثر من مئتي حزب تنشط في إيران ضمن خارطة تتغير باستمرار وفقا للاستحقاقات الانتخابية وتبعاتها وقد رافقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في السنوات الأخيرة مع تشكيل جبهات واتلافات حزبية فرضتها الضرورة السياسية في ظل الانقسامات التي حصلت في السنوات الأخيرة داخل التيار الإصلاحي والتيار الأصولي برزت توجهات جديدة تبتعد عن التشدد وتميل إلى الاعتدال في خطابها السياسي والاجتماعي وهذا حصل نتيجة التجارب السياسية وتطور العمل الحزبي ملح مريا طهران الميادين لا يمكن وحياء ذكرى الثورة في إيران من دون زيارة مرقد مفجرها الإمام الخميني رحلة بدأت من بهشت زهراء قصيرة بمسافتها طويلة جدا بتضحيتها تقرير بسانط الراف من دولتها يلمكنا؟ من تدعاني دولتنا؟ من دولتها يلمكنا؟ من بفصبانيه يلمك دولتها يلمكنا؟ من بواسطة يكملت؟ من وقعب من دارك؟ بعد سنوات طويلة هكذا استهل الإمام الخميني عودته إلى وطنه بزيارة مقر أحبته الأحب إلى قلبه الشهداء من مقر الشهداء في جنة الزهراء بهشت زهراء شهداء قال فيهم الإمام الراحل إنه يخجل بكل سنين عمره أمام جهدهم فهنا يرقد الشهداء الكبار سواسية كأسنان المشط قادة وجنود شبان وفتيان وكهول كلهم مقاومون بذلوا دماءهم لتنتصر ثورتهم وترتفع رايتهم علم إيران نسج بدماء الشهداء ومن نقطة البداية التي تواجت انتصار الثورة إلى مرقده الأخير طريق طويل من التضحيات والصمود والعنف مرقد طوج فيه الإمام الخميني رحلته الطويلة لينام إلى جانب أحبته من رفيقة دربه إلى رفاق الثورة لا يمكنك أن تدخل مرقد الإمام الخميني إلا وأن تشعر برهبة المكان وحضور الراحل رغم الغياب وأن تلمس باليد حب شعب لإمامهم الذي قاد ثورتهم نحو الحرية فهو الذي لم يرضى إلا بالبسيط ولم يترك إرثا وراءه ولم يبالي بكل مغريات السلطة وهو اليوم ينال إرثا معظما من شعبه الذي أبى إلا أن يكون مرقده بشكله المهيبي هذا لا البعد ولا الرحيل يحولان دون شغف أرواح الإيرانيين بإمامهم مفجد ثورتهم هو شغف بروح الله الخميني وروحه حاضرة في قيمهم ومبادئهم يغرسونها في نفوس أطفالهم لتنمو كسنبولة قمح ولتخلد ثورتهم حصنا منيعا في وجه كل المؤامرات بسنطرف تهران الميادين التطورات في المنطقة ولسيما في سوريا والمواقف الإسرائيلية من إيران ينتظر أن تحضر في اللقاء المقبل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو ورئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإسماعيل اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 شباط فبراير في موسكو أثار اهتمام السياسيين والمحللين في إسرائيل نظرا لتوقيته والمواضيع التي ستطرح فيه وعلى رأسها إيران وسوريا توقيت اللقاء ليس صدفة وليس هناك مثل صورة مع بوتين في الكرملين من أجل القول للجمهور انظروا كيف يجري استقبالك الملوك في الكرملين ولذلك يجب أن تصوتوا لي لا للمرشحين الآخرين مع الإشارة إلى أن اللقاء سيركز على الوضع في سوريا والجهود الإيرانية للتمركز فيها والمحاولات الإسرائيلية لوقف هذا العمر وهو سيأتي بعد أسبوع واحد على قمة بين بوتين وروحاني وأردوغان لذلك فإن هذا اللقاء سيكون مهما جدا وعلى واقع الاهتمام الإسرائيلي المصبقي باللقاء المرتقبي بين بوتين ونتنياهو برز قلق إسرائيلي متزايد من منظومة الأس 300 التي سلمتها روسيا لسوريا في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية دخولها المجال العملاني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع عن كثب بطارية صواريخ الأس 300 المضادة للطائرات التي سلمتها روسيا لسوريا صور القمر الصناعي تظهر للمرة الأولى ثلاثة بطاريات من أصل أربع منصوبة في منطقة مصف شمال غرب سوريا وهذا الأمر سيطرح في اللقاء بين نتنياهو وبوتين لقاء نتنياهو بوتين يأتي على وقع التحذيرات الإسرائيلية من إمكانية ارتفاع التصعيد بسبب الثرثرة الإسرائيلية والخروج عن سياسة الغموض في مخص الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا وزير الأمن السابق أفكدور ليبرمن قال إن الهدوء في الشمال وهمي وخادع ووفقا له فإن الخروج من سياسة الغموض أنتجا مخاطر إضافية ملموسة ولا لزوم لها أبدا لأنه من الآن فصاعدا يجب الأخذ في الحسبان أنه مقابل كل عمل سيكون هناك رد من الطرف الآخر توقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل أن التحالف الدولية قد احتوى تنظيم داعش في سوريا والعراق بنسبة 100% ترامب وفي كلمة نمم لقاء وزاريا في مقر الخارجية الأمريكية قال إن دولة داعش تم تحطيمها مشيرا إلا أنه لا أحد كان يتوقع أن ذلك ممكن وإنجازه سيتم بهذه السرعة إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تكتيكي مشيرا إلى أن السياسات والاستراتيجيات الأمريكية لم تتغير وأكد العمل على إخراج كل القوات الإيرانية من سوريا بالإضافة إلى هذه التحالفات التي نقوم بها لهزيمة داعش نحن ملتزمون بسلسلة مما يلي أولا حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ثانيا إزالة جميع القوات التي تقودها إيران من سوريا مهمتنا لا تتزعزع ولكننا نحتاج إلى مساعدتكم لإنجازها تماما كما كنا خلال الأشهر الماضية وسنوات رجح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبداللطيف عبيد أن يبحث وزراء خارجية الدول العربية مسألة عودة سوريا إلى الجامعة في اجتماعهم المقبل بالقاهرة في الرابع من الشهر المقبل وقال عبيد في حوار مع وكالة سبوتنك أن سوريا لا تزال عضوا في جامعة الدول العربية لكن حضورها اجتماعات الجامعة لا يزال معلقا بقرار من مجلس وزراء الخارجية والقمة إلى العراق حيث حذر المرجع الديني والسيد علي السستاني من أن العراق يرفض أن يكون محطة لإلحاق الأذى بأي بلد آخر وفي بيان عقب لقائه بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس قال السيد السستاني أن العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على أساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله وبالتوازي أفدت معلومات للميادين بأن شخصا مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع الرئيس العراقي برهم صالح وأضافت هذه المعلومات التي نقلها مرسلنا في بغداد أن المسؤولة الأمريكية أبلغ الرئيس العراقية أن تعليق الأخير على كلام ترامب بشأن مراقبة الولايات المتحدة لإيران من الأراضي العراقية سببا زعاجا للرئيس الأمريكي صالح الذي استقبل رئيس الوزراء الإيطالي رد بحسب مصادر الميادين على المسؤول الأمريكي بالقول إنه إذا كان شعار ترامب أمريكا أولا فيجب أن يحترم شعار الرئيس العراقي العراق أولا وأخيرا من جهته وخلال استقباله محافظة البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق لن يكون جزءا من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين عبد المهدي قال إن العراق تمكن من دحر داعش بفضل بطولات أبنائه ودعم أصدقائه وفي مقدمتهم إيران همتي من ناحيته عرب عن أماله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي بحث عدد من قادة العسكريين العراقيين في وزارة داخلية إقليم كردستان العراق في أربيل الثغرات بين خطي تماسي القوات المسلحة الاتحادية وقوات البشماركة والتي تستغلها خلايا داعش لإحداث خروقات أمنية وقد جرى الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجي روسي سرغيال أفروف قوله أن موسكو ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب مع انسحاب الولايات المتحدة منها إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق ناجح للصاروخ العابر للقارات من طراز رس 24 يارس من مطار بليسيتسيك الفضائي بيان الدفاع الروسية أكد أن المهمة تم تنفيذها بشكل كامل موضحا أن هدف التجربة هو التأكد من الخصائص التكتيكية والتقنية للمنظومة الصاروخية جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على إيران وكرر في خطاب حال الاتحاد تأكيد سحب القوات الأمريكية من سوريا وأمهل الكونغرس عشرة أيام لتمويل جدار حكوميا مع المكسيك تقرير محمد كريم ألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له في جلسة مشتركة للكونغرس المنقسم أكثر من أي وقت ما ضعف ورغم تضمين الخطاب بعض الإشارات التصالحية لكنها ضاعت في ظل المواقف المتباعدة ولا سيما في ظل عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق يحول دون الإغلاق الحكومي إدارة سلمت الكونغرس عرضا منطقيا لإنهاء الأزمة على الحدود الجنوبية وجدار جديد سيتم بنائه إنه جدار ذكي واستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني ملفات قليلة وجدت إجماعا داخل القاعة منها الدعوة إلى تخصيص الأموال للبنية التحتية وأخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية حيث اختلم ترامب الفرصة للظهور بأنه قادر على نسج تحلفات قادرة على إطاحة حكومة مادورو والتحريض على مواجهة إيران عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب ومنهم النظام المتطرف في إيران ولن نتهاون مع هذا النظام الذي يريد الموت لشعبنا والشعب اليهودي ترامب جدد تأكيده سحب القوات الأمريكية من سوريا مشددا على أن الدول الكبرى ينبغي أن لا تخوض حروبا لا نهاية لها وغير مستبعد انسحابا آخر من أفغانستان كان تنظيم داعش احتل مساحات كبيرة في سوريا والعراف عندما أتيت إلى البيت الأبيض واليوم استعدنا تلك الأراضي من هؤلاء ونعمل مع حلفائنا لتدمير داعش وسوف نعد لاستقبال جنودنا العائدين من سوريا وسوف نعمل على تسريع المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان الرئيس الأمريكي لم يستبعد أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة مع روسيا للحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وقد تشبل الصين فيما حاول تصوير لقائه المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي على أنه منجز رغم تشكيك مختلف الأوساط الأمريكية في ذلك محاولة ترامب إظهار مرونة وسعي للوحدة والعمل المشترك مع الديمقراطيين سرعان ما أطاح بها عدم اتهمهم بشن حروب عبثية وتحقيقات سخيفة وملحازة بحقه محمد كريم واشنطن الميادين وردا على خطاب ترامب وصفت السياسية الديمقراطية ستيسي أبرامز الأغلاق الحكومية بأنه كان استعراضا خطط له الرئيس وعربت أبرامز عن إحباطها حيال الطريقة التي يواجه بها ترامب قضايا البلاد ودعته إلى قول الحقيقة واحترام واجباته والتنوع الذي يميز أمريكا بدوره هجم السيناتور بيرني ساندرز تصريحات ترامب بشأن الاقتصاد وقال إن قوة الاقتصاد تعتمد على كون الرئيس متحررا من الرقابة اللازمة والتحقيقات والعكس تماما هو الصحيح إن جعل لقمة عيش عمالنا الفيدراليين رهن الألعاب السياسية يمثل وصم طعار لقد كان الإغلاق عملا صممه رئيس الولايات المتحدة وهو لم يتخلى فقط عن شعبنا بل عن قيمنا أيضا لم يقل أي شيء عن تداعيات التغير المناخي أو عن العنف المسلح باستثناء ضحايا العنف المسلح على يد الأجانب غير الشرعيين ولكن ماذا عن عشرات الألاف من ضحايا العنف المسلح حيث كان المواطنون الأمريكيون يستخدمون المدافع لا شيء لم يكن مهتما بذلك من الصعب أن أثق بشخص يكذب على نحو المستمر ويتلاعب بالشعب الأمريكي وأنا أعلم أنه شخص حتى إذا حاولنا العمل معه فسوف يؤدي عمله الخاص ولكن نأمل في أن نبقى معا ونستمر في العمل نيابة عن الشعب الأمريكي مشهد أن لافت خلال خطاب حال الاتحاد توقف عنده الإعلام الأمريكي ووسائل التواصل الاجتماعي فلدى دعوة طامبل الابتعاد عن الانتقام السياسي ظهرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي التصفق للرئيس بطريقة وصفت بالاستهزائية بعدما أخفت أي تعبير أو انفعال خلال الخطاب هذا المشهد عده البعض أبرز تجسيد لحدة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بيلوسي كانت قد منعت ترامب من تقديم خطابه حتى انتهاء الإغلاق الحكومي وصف وزير خارجية الفنزويلا خوخي أريازا الرئيسة الأمريكية دونالد ترامب الامبريالي المتغطرس وفي تغريدات على موقع تويتر قال أريازا أن ترامب يحمل جدارة على الحدود الجنوبية ويجرم الهجرة وأن العنصرية وتمييز عداء إلى الولايات المتحدة على حد تعبيره إلى ذلك قال السفير فنزويلا في روسيا أن خطر غزو بلاده ما زال قائما مشددا على أن كاركاس ليست بحاجة إلى وسطة الولايات المتحدة أو كندا لحل مشاكلها الداخلية يتذلك في وقت علنت فيه السلطات الفنزويلية مصادرة أسلحة حربية مرسلة من الولايات المتحدة هبة الله بطار لم تضبط هذه الأسلحة الحربية في ساحة معركة أو في موقع لجماعات خارجة على القانون بل ضبطت في المطار الدولي بمدينة فالنسيا الفنزويلية أثناء مراجعة البضائع الآتية من مدينة مايامي الأمريكية القطع والمعدات العسكرية بحسب السلطات الفنزويلية يفرض أنها مرسلة إلى الجماعات المرتبطة بالمخطط الإنقلابي والتحقيقات بدأت لتحديد مكان الأشخاص المسؤولين عن هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن هذه الأسلحة تحدث مسؤولون أمريكيون عن إرسال مساعدات تشمول مواد غذائية وأدوية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلة لتوزيعها على المحتاجين تلبية لطلب رئيس البرلمان خوان جويدو الذي سيبحث الخطوات التالية لنقل المساعدات إلى فنزويلة بعد وصولها إلى الحدود لكن الرئيس الفنزويلة نيكولاس مادورو أعلن رفضه هذه المساعدات واصفا إياها بالمسرحية السياسية وبالذريعة لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة مشيرا إلى أن ما يريد المساعدة فعليه أن يضع حدا للحصار والعقوبات في المقابل يواصل جويدو جهده الرامية لإنجاح محاولته الإنقلابية وأعلن في هذا الإطار تبنيه حكما انتقاليا عبر إقرار الجمعية الوطنية قانونا بشأن تنظيم الانتقال إلى الديمقراطية واستعادة الدستور ووضع أسس الانتقال الديمقراطي بعد نهاية الاستيلاء على السلطة على حد تعبير جويدو من توازع لنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية أنها ستقوم بإعادة توجيه صادراتها النفطية من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا وأنها ستبذل قصار جهدها لضمان أن لا يؤثر الوضع في السوق العالمية وبالشأن كافية إقناع الشركاء الأوروبيين والأسيويين بشراء النفط من فنزويلة من دون التعرض لخطر عقوبات واشنطن قال ممثل فنزويلة لدى أوبيك روني روميير أن العقوبات الأمريكية لا تخيف روسيا والصين فاصل قصير نواصل بعده النشرة من جديد أهلا بكم استادة فالاحتلال الإسرائيلي مرصدين للمقاومة في صوفا وجنوبي بركة أبو دقا شرق خان يونس مصادر محلية في القطاع فدت بإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها نحو مرصدي المقاومة من دون وقوع إصابات فيما أعلنت مصادر إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع مشيرة إلى أن صاروخا فجر في منطقة مفتوحة أعلن الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لضرابة العامة بعد استشاد الأسير الفلسطيني فارس بارود داخل سجن ريمون الإسرائيلي بعد أن أمضى 28 عاما في سجون الاحتلال هي تشعون الأسرة لنتن الأسيرة بارود الذي يبلغ من العمر 51 عاما من سكان مخيم الشاطئ في قطاع غزة استشد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في فلسطين إلى 209 شهداء طلبت فصائل المقاومة الفلسطينية أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بالوقوف أمام مسؤولياتهم واتخاذ مواقف فاعلة توقف قرارات السلطة بقطع رواتب الموظفين واعتبرت فصائل المقاومة في بيان قطع رواتب جريمة تزيد من معاناة وألام الشعب الفلسطيني في غزة وتماهيا واضحا مع مصالح الاحتلال وتمهيدا لصفقة القرن وقالت أن هذه الإجراءات تعمل على فصل غزة إداريا تمهيدا لفصل قطاع جغرافيا عن باقي الوطن وتبرت فصائل المقاومة أن هذه الإجراءات التي طالت الموظفين وأهل الشهداء والأسرة تستوجب محاكمة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة كشف مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة جيرزيلين بوست أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر سيناقش خلال مؤتمر وارسو خطته للسلام في الشرق الأوسط مع وزراء الخارجية العرب والأجانب المشاركين كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين ترجحهم تأجيل نشر تفاصيل الخطة إلى مبعد الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان أبريل المقبل ويشارك في المؤتمر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرامبلت الذي يعمل مع كوشنر على وضع خطة ترامب للسلام اتهمت منظمة العفو الدولية لإمارات بنقل أسلحة قدمتها لها دول غربية ودول أخرى إلى فصائل غير خاضعة للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن منظمة العفو الدولية أكدت في بيان لها أن قوات إماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن أعلن الجيش الليبي إرساله تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدة الجفرة جنوب البلاد التعزيزات التي خرجت من مدينة بنغازي متوجهة إلى القاعدة الجفرة العسكرية تأتي ضمن عمليات تطهير الجنوب وفق ما أعلن مدير المكتب العالمي لقيادة الجيش مشيرا إلى أن القوة العسكرية ضخمة وعناصرها مجهزون بالكامل وذلك بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحيي تونس الذكرى السادسة لاغتيال المناضل اليساري الشكر بالعيد ذكرى تجددت معها الاتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء الجريمة في هذا الإطار كدى سياسيون تونسيون من بينهم الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكدوا مواصلة المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين مراد الدلنسي لم تبقى سوى كلماته تدوي في عقول التونسيين وقلوبهم يستمعون إليها بانتباه كأنها قيلة اليوم فالشهيد شكر بالعيد كان أولى المحذرين من انتشار التشدد والأرهاب لكنه ربما لم يكن يعلم أنه سيكون من أوائل ضعاياهما مرت ست سنوات على اغتياله وفي كل مرة يطالب التونسيون بمعرفة من يقف وراء العملية لكن المعطى الجديد هذه المرة اتهام حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عبر جهاز سري مزال محل سجال قانوني وسياسي الربط بين الوقايع بدأ يحصل بما يفيد أنه ثم ارتباطات حقيقية بين حركة النهضة ووقاع الاغتيال من بين آخر المعطيات القضائية التي تتحدث عنها هيئة الدفاع عن الشهدين بالعيد والبرهمي ارتباط أشخاص متورطين في عملية الاغتيال وفي إخفاء أداة الجريمة بحركة النهضة وجهازها السري اللي عنده قضية عادلة ويامن بالقضاء ويامن بالدولة ويامن بالاستقلال القضاء يخلي قضيته بين أيدي القضاء وبين أيدي مستعد الدولة ويخليها تخدم عن روحها اغتيال الشكر بالعيد كان حدثا فارقا في تاريخ تونس الحدث أطاح حينها حكومة الترويك الأولى وساهم في كشف مدى تغلغل الارهاب في تونس وما زالت تدعياته تؤثر في الحياة السياسية في البلاد تتزامن الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد بتصاعد الاتهامات لحركة النهضة بتكوين جهاز سري مسؤول عن الاغتيالات ملف يتوقع متابعون أن يأخذ اتجاهات أخرى ويؤثر في المشهد السياسي في المرحلة المقبلة مردد لنس تونس الميادين في تونس أيضا الأزمة بين مدرسي التعليم الثانوي والحكومة مستمرة منذ العام الماضي الأساتفة يخرجون إلى الشوارع في تظاهرة ضخمة تنديدا بما اعتبره تعنت الحكومة حيال مطالبهم بلا المبروك إلى الشارع يعود مدرسو التعليم الثانوي مجددا هذه المرة تختار وساحة القصبة على مرمى حجر من مقر رئاسة الحكومة لعل أصوتهم تبلغ مسامع صناع القرار إذا ارتقت هذه المقترحات إلى مستوى المطلوب أو إلا قاربت المستوى المطلوب وكانت قابلة للنقاش سنناقشها وإذا بقيت دون الانتظارات المدرسين ودون الحد الأدنى المطلوب فسنرفضها وستستمر تحركات المدرسين يطالب الأساتذة بتقليس سن التقاعد وبتحسين منحهم الخصوصية المطالب لا تقتصر على الجانب المادي والاجتماعي بل يطالبون بتحسين المناهج التربوية واستقلال القرار التعليمي الوطني والمطالب المادية هي من مستحقاتنا الأستاذ اليوم أصبح يعتبر فقير لو معنى غرض نحن في الإضرار في حد ذاته لكن نحب بينه وأننا قادرين الأستاذة باش يثتوا لوجودهم تحم وباش يكدوا وأنهم راهم يصنعوا في الأجيال ويزم شوية اعترافه اجتماع مرتقب سيجمع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لدراسة مدى جدية مقترحات الحكومة بخصوص أزمة التعليم الثانوي بعد مقارراته ستتجل الصورة بين أمكانية حل حالة الأزمة من عدمها احتجاجات أسات ذات التعليم الثانوي تتزايد أمام انسداد أفق التفاوض مع وزارة التربية فيما تتعظم المخاوف في صفوف التلاميذ والأولياء من علاني سنة دراسية بيضع بلا المبروك تونس المياد توتر جديد بين فرنسا وإيطاليا بعد استقبال نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم للقيادات من حراك السطورات الصفر الفرنسية التفاصيل في التقرير التالي التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب خمسة نجوم الشعبوي قادة في حراك السطورات الصفر الفرنسي ومرشحين عن الحركة لانتخابات البرلمان الأوروبي في توقيت يشهد توترا بين باريس وروما وقبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية بنحو ثلاثة أشهر زعيم حزب خمسة نجوم غرد على تويتر قائلا إن رياح التغيير قد عبرت الألب في إشارة منه إلى نتائج الانتخابات النيابية الربيع الماضي في إيطاليا التي أدت إلى تغيير الحكومة واندلاء احتجاجات السطرات الصفر في فرنسا في نوفمبر دشرين الماضي الحركة التي لا تبلغ من العمر إلا عقدا وحيدا من الزمن استطاعت أن تكون شريكا رئيسيا في الحكومة الإيطالية وهي منذ تأسيسها تتواصل مع حركات على شكلتها في الجوار الأوروبي ويبدو أنها اليوم تمسك اليد بثقة مع آخر حركة تؤلق قصر الإليزي ذا النفس الأوروبي حركة السطرات الصفر فزعيم حركة خمس نجوم ومن منصبه كنائب لرئيس الوزراء انتقد السياسات الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون في الحديقة التاريخية لأوروبا أفريقيا واتهمه بنشر الفقر وعدم بدل أي جهود لتسوية الوضع في ليبيا مرحبا باحتجاجات السطرات الصفر اللقاء مع زعماء حركة السطرات الصفر الفرنسية يمثل موجة توتر جديدة بين فاريس وروما وخصوصا أن الشارع الفاريسي لم يهدأ بعد فقد نظمت كبرى النقابات العملية وأصحاب السترات الصفر وعدد من الأحساب اليسرية اضرابا عاما للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية واستتقادات للسياسات الاقتصادية في البلاد وزادت بلة طين موافقة الجمعية العامة على مشروع قانون يستهدف من يصفهم بالمخربين خلال التظاهرات من خلال منح محافظ الدوائر والبلديات صلاحية منع التظاهر واعتماد عقوبة السجن والغرامة إذا نظمت بالرغم من المنع الإداري إضافة إلى منع إخفاء الوجه خلال التظاهر بعد صراع طويل بين قلبه وعقله هجر الشاب الفلسطيني محمود الزق دراسة الهندسة الزراعية وتوجه إلى فن الخدع السينمائية تقرير لنا شهيم غزة إلى عالم الدهشة والغرابة يأخذك الشاب محمود الزق هو ليس ساحرا لكنه صاحب موهبة يستنبط أفكاره من بيئته المحيطة به ويخرج بخدع بصرية تسر النظرين أدوات بسيطة تصوير كاميرا الجوال جوال الشخصي ستاند صغير ستاند جوال وبالإضافة للأدوات البسيطة اللي أنا بستخدمها يعني موجودة في كل بيت في الشارع في كذا المعيق الأساسي والرئيس اللي أنا بواجهه بشكل كبير واللي أحيانا بحبطني أنا وبتجيني مثلا أفكار كتير بدأ أطبقها لكن بواجه صعوبة فيها بالأساس اللي هي الكهرام يغيب الفن السابع عن غزة فيحضر إنتاج محمود في مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه لزرع الابتسامة على شفاه المحاصرين أمنيتي أني في الفترة القادمة أني أحاول أعمل عمل طويل وبزاة جودة أعلى وأفضل بتحدث عن معاناتنا في قطع غزة بسبب الحصار ومعاناتنا بسبب الاحتلال تراجيديا غزة السوداء يحيلها محمود إلى كوميديا ساخرة وإلى فن بنكهة غزاوية لعله يصلح بالفرحة ما أفسده الحصار والانقسام الفن في غزة هو فن الممكن بكل المقاييس فمن رحم الحصار يولد الإبداع الشاب محمود يتحدى قلة الإمكانيات لكنه لا يستسلم ويأمن في أن يجد له موطئ قدم على الساحة الفنية العالمية لان شهين غزة أعمى يدين حل لبنان وسوريا ضيفي شرف في الطبعة الثانية لمهرجان الكوسكوسي في الجزائر العاصمة هذا الطبرق المغاربي سيصبح شامية المذاقي بعد براءة اختراع سورية أدخلته في المائدة الشامية تقرير أسامة عبد النور مهرجان الكوسكوسي بمداق جديد بعد دخول خلطة شامية زادت طعم سحرا على سحرة الطبعة الثانية لأشهر طبق المغاربي احتفت باقتراع سوري توصل لاستبدال الأرزي في طبق السفرجرية الحلمية بحبات الكوسكوسي الجزائرية تركيبة ستكون جسرا لربط الأدواق والتلحمها بين المشرق والمغرب العربيين قدمنا براءة اختراع جديدة نكهة كثير جيدة وصحية جدا لجسم الإنسان بالتوازن مع لحم الغنم اللي هو مدهن ضفنا له التمر الهندي عشان يعمل توازن في جسم الإنسان أخذنا عليه مكافأة حلوة وإقبال من الجميع المرحلة القادمة عندنا أسرار بدمج المطبخ الحلبي والحمصي والشامي مع السكسو أو مع الكوسكوس تتميز المائدة الجزائرية بأكثر من سبعين نوعا من طبق الكوسكوسية كل طبق يختزن عادات وتقاليد المنطقة التي يمثلها من دون أن ننسى اجتهاد الأسر في إدخال مكونات عصرية إلى الطبق التقليدي العريق حبات الكوسكوسي وأوان طهوه وجدت في قبر الرومانة السكان القدامى لشمال إفريقيا ما حفز الجزائر على تصنيفه في تراث الإزانية باسم بلدان المغرب العربية السر في تضاريس الوطن أو القطر المغربي الكوسكوس خل دول المغرب العربي تكسر الحدود لا حدود له ولا قيود له هو طبق جمع كل دول أو وحدة كل دول المغرب العربي 28 مرشحا للفوز بأحسن طرق كوسكوسي في ثلاث فئات من الهوات والمحترفين والمواهب الشابة المتمسكة لطهو ملك الأطباق المغاربية تجاوز طبق الكوسكوسي حدود الجزائري وأصبح سفير المغربي العربي في العالم طبق أصبح يجمع الشعوب المغاربية ويشكل هويتها نسمى عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين تذكير بالعنوين وإيران عندما تشنع لي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق السيد نصر الله يؤكد أن ما يجري في المنطقة ليس صراعا إيرانيا من صعودي ينبل حرب أمريكية على إيران والرياض أداة فيها روحاني يؤكد أمام السفراء إلى جانب أن واشنطن لن تحقق أهدافها في المنطقة وظريف يقول أن طهران سترد على الاعتداءات الإسرائيلية بومبيو يدعو دول المنطقة إلى المساعدة في مواجهة نفوذ إيران ويقول أن الانسحاب القوات الأمريكية من سوريا تكتيكي الأسرى الفلسطينيون يعلنون الإضراب العامة بعد استشهاد الأسير فارس بارود في سجن ريمون جراء الإهمال الطبي في الذكرى السادسة لغتيال الشكر بالعيد في تونس تجدد الاتهامات لحركة النهضة بالمسؤولية عن الجريمة المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر